أهلا بكم من جديد فيما تستعد المظاهرات للانطلاق في شوارع سودان إحياء للذكرى الثالثة لثورة ديسمبر تتوجه الحكومة إلى حلفائها في الخليج العربي لطلب دعم مالي بعدما أوقف المانحون الأجانب التمويل ردا على عزل حكومة حمدوك في أكتوبر الماضي في مقابلة مع بلومبرغ قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قال إن الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المعاد عبدالله حمدوك توصلت مع دول الخليج فيما أشار إبراهيم إلى أنه لا يوجد ضمنات حتى الآن بأن الدول الخليجية ستدعم المرحلة الانتقالية في السودان الوزير السوداني أوضح أن بلاده ألغت أهداف النمو للعام المقبل والتي كانت تتوقع نمواً اقتصادياً بحدود 3% في عام 2022 بينما تضع وزارة المالية تصوراً لأسوأ الاحتمالات وتخطط للاعتماد على الموارد الداخلية في هذا الإطار تدرس الحكومة السودانية تخفيض الميزانية بما يشمل تقليص دعم القمح والكهرباء إلا أن هذه الإجراءات قد تجدد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد إذ أثار قرار رفع الدعم عن الوقود في وقت سابق من العام أثار احتجاجات كبيرة كما ساهم في ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 400% وبسبب أحداث أكتوبر الماضي علقت الولايات المتحدة مساعدات طارئة للسودان قيمتها 700 مليون دولار كما جمدت وكلات التنمية 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية السودانية كان من المتوقع أن يحصل عليها السودان في نوفمبر كما لم يتم الخصول على 150 مليون دولار أخرى من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي أو ما يعرف بالSDRs والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية وزير المالية السودانية أيضاً توقع أن يساعد تشكيل الحكومة الجديدة أن يساعد في تمديد الطريق وتمهيد الطريق أمام السودان لاستئناف المحادثات مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي ومع المنحين الآخرين لاستئناف المساعدات فيما قلل المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن من هذا الاحتمال وأشار إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة في السودان وتأثير نقص دعم المنحين على الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر